اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين مجلس الوزراء الايراني يقر المسودة النهائية لبرنامج التعاون الشامل مع الصين الحكومة الاردنية تطلق خطة الاستجابة للازمة السورية وفي النشرة ايضا رغم الضغوط الامريكية بريطانيا بصدد منح هواوي ترخيصا لبناء مرفق لها في مقاطعة كامبريدج اهلا بكم اقر مجلس الوزراء الايراني المسودة النهائية لبرنامج التعاون الشامل مع الصين الممتد لخمسة وعشرين عاما الرئيس الايراني حسن روحاني ترأس الاجتماع واوضح ان الهدف الاساسي للبرنامج هو دفع الشراكة اقليميا ودوليا على اساس قاعدة الكل رابح واشار الى ان البرنامج يعزز الشراكة في مشاريع البناء التحتية السياحة الصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات هذا ودشنت ايران خط الانتاج التجاري لمدة الانسولين وفي كلمة خلال مراسم التتشين عبر تقنية الفيديو كونفرنس قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري ان غالبية العملة الاجنبية المخصصة لواردات الادوية المتعلقة بالانسولين لذا فان تتشين هذا الخط الانتاجي يعد فصلا جديدا في توطين صناعة الادوية الاستراتيجية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي سجلت التبادلات التجارية تونسية مع الخارج تراجعا غير مسبوق خلال الاشهر الثلاثة الماضية وفق ما كشفه المعهد التونسي للأحصاء فيما شهدت الصادرات تراجعا بنسبة 37% ما ينبئ بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة في البلاد سميح البغانم من تونس 37% نسبة التراجع التي سجلتها تبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال شهر ايار مايو الماضي بسبب تفشي وباء كورونا وتبعاته على مختلف القطاعات الاقتصادية التدعيات هو اساسا تراجع نمو الاقتصادي المقدر حسب صندوق النقد الدولي في حدود الا 4.3% وكذلك تفاقم البطالة من 15% الى حوالي 19% الصادرات التونسية عموما ولسيما قطاع النسيج والملابس والجلد الذي سجل تراجعا بنسبة 45% كما سجلت الواردات التونسية بدورها تراجعا ملحوظا اذ انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 35% ما يدعو اليوم الى ضرورة البحث عن حلول عاجلة لتجاوز هذه الازمة الاقتصادية الخانقة التحرر من نظام المناولة ايقاف العمل بنظام الفرانشيز وتدعيم الصادرات التونسية 100% خارج نظام المناولة لانه اتضح ان هذه الحكومة لا زالت تأتمر يعني بتوجيهات واملاءات صندوق النقط الدولي وامام تصريح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي وفي ذل تراجع التزدير بشكل غير مسبوق فان الاحتياطي من العملة الصعبة الذي يعتمد لهم على القروض الخارجية مهدد بالانهيار اكثر وقد ينهار على اسره الدنار التونسي سميح البخانمي تونس الميد تخطط السعودية لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأس المال يبلغ 4 مليارات دولار في اطار خطتها لتنويع موارد الاقتصاد في مواجهة وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط وزير السياحة احمد الخطيب قال ان اطلاق الصندوق في الوقت الحالي فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية غير مسبوقة يدلل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص في النظرة المستقبلية الطويلة الامد للسياحة في السعودية اعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة ان عدد الرحلات السياحية قد انخفض في جميع انحاء العالم بسبب تفشي وباء كورونا بنسبة 44% منذ مطلع العام وحتى شهر نيسان ابريل الماضي واوضحت المنظمة ان شهر نيسان ابريل شهر نيسان ابريل وحده شهد تراجعا نسبته 97% على اساس سنوي وان اجمالي الخسائر في قطاع السياحة بلغ 195 مليار دولار المنظمة لفتت الى ان العام الماضي سجل مليارا و500 مليون رحلة سياحية دولية في مختلف ادحاء العالم اعلن البنك البركزي الاردني وان التحويلات المالية للمغتربين تراجعت بنسبة 5.9% في الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي وبلغت نحو مليار و128 مليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبدأت تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تبعات هبوط اسعار النفط على اقتصادات الخليج فضلا عن تبعات وباء كورونا وتأثيراته على الاقتصاد العالمي نبقى في الاردن حيث اطلقت الحكومة خطة الاستجابة للازمة السورية للأعوام 2020 و2022 بحضور المنصق المقيم للأمم المتحدة ومنصق الشؤون الإنسانية وعدد من الدول المانحة أندرس بيديرسون لنا شهيد من عمال نيابة عن المجتمع الدولي أطلق أندرس بيديرسن المنصق المقيم للأمم المتحدة ومنصق الشؤون الإنسانية جنبا إلى جنب مع الحكومة الأردنية وعدد من الدول المانحة خطة الأردني للاستجابة للأزمة السورية التي تبلغ ستة مليارات وستمائة مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام مع الأخذ في الحسبان الانعكاسات المحتملة لجائحة كورونا واجبنا اليوم أن نبقي الضوء على قضية اللاجئين وبأن هذه الأزمة ما زالت أزمة على أرض الواقع لم تنحل لا بالعكس فإن الجائحة زادت من خطورة الأثر على اللاجئين والأكثر حشاشة حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري جرى تخفيضه بنسبة 10% والخطة الجديدة تستند إلى دعم المجتمعات المستضيفة وبناء القدرات المؤسسية ودعم اللاجئين في العديد من القطاعات الحياتية نتحدث عن الاحتياجات أولا وهذا مهم جدا والجزء الثاني المهم هو التركيز على النوع وهو من أكثر التحديات التي تواجهنا المجتمع الدولي حريص على منح الفرص المتساوية بين المرأة والرجل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري يستضيفهم الأردن منهم ستمائة وخمسون ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين ستبقى في الأردن على ما يبدو في المستقبل المنظور وفق مراقبين والأردن يؤكد استمرار التزامه الأخلاقي تجاههم وأمله أن يتواصل دعم المانحين لان شهين عمان آل ما يدين توقعت وكالة موديز أن يرفع فيروس كورونا مستويات الدين في الدول الأكثر ثراء في العالم بنحو 20% في المتوسط حتى نهاية العام الحالي وأوضحت الوكالة أن نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن مجموعة من 14 دولة سترتفع بنحو فوري وعلى نطاق واسع ما يعكس حدة الصدمة التي سببها فيروس كورونا كشفت صحيفة ساندي تايمز أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي بصدد الحصول على ترخيص لبناء مرفق بقيمة 400 مليون جنيه استرليني في مقاطعة كامبرت شير البريطانية وأن مجلس مقاطعة جنوب كامبرت شير سيتخذ قراره الخميسة المقبل وأضافت الصحيفة أن المجلس تلقى نصائح عديدة بالموافقة على هذا المشروع ولسيما أن هواوي تخطط لتشهيد مركز للأبحاث وتطوير الرقائق وتسعى منذ فترة لدخول السوق البريطانية لشبكات الاتصالات المنتقلة من الجيل الخامس جي فايف تسعى مجموعة أمريكان إيرلاينز إلى الحصول على تمويل جديد بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار من بينها مليار و500 مليون دولار تنوي جمعها عبر بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تستحق عام 2025 الشركة أوضحت في بيان لها أنها تتوقع استخدام صافحة صيلة طرح الأسهم والأوراق المالية لتحسين مركز السيولة لديها بعدما تكبدت خسائر فادحة بسبب وقف حركة الطيران التزاما بإجراءات العزل لوقف انتشار فيروس كورونا انخفضت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام الذي تضرر من جراء تراجع الأنشاطة الاقتصادية بسبب وباء كورونا وتراجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 6 في الألف إلى نحو 39 دولار ونصف للبرميل فيما انخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 3 في الألف إلى نحو 42 دولار للبرميل الواحد رفع بنكوف أمريكا توقعاته لأسعار النفط في العامين الحالي والمقبل وقال أن خام برينت قد يصل نهاية العام الحالي إلى 43 دولار وسبعين سنة للبرميل أما خام غرب تكساس الوسيط فقد يصل إلى 39 دولار وسبعين سنة للبرميل وفي توقعات العام المقبل قال بنكوف أمريكا أن سعر خام برينت قد يصل إلى 50 دولار وسعر خام غرب تكساس الوسيط قد يصل إلى 47 دولار للبرميل وأوضح البنكو أن رؤيته الإيجابية تعكس مسارا أسرع لتعافي الطلب وتخفضات عالمية كبيرة للإنفاق الرئيس مالي هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية شكرا لحسن متابعتكم المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر